السلام عليكم تعقيد بسيط على موضوع تاريخ انتهاء الصلاحية اللي يوضع على المنتجات الغدائية والدوائية والخصوص السائلة منها هذا التاريخ هو على شقين الشق الأول وهو اللي يضمن تاريخ انتهاء الصلاحية العام وهو اللي يوضع على المنتج من الخارج وهذا هو الأساس ولازم يتم التقيد به الشق الثاني وهو اللي يضمن التاريخ الخاص واللي يبدأ من بعد فتح المنتج مباشرة بحيث بعدها يبدأ في الدخول في العد التنازلي الكثير من الناس يركزوا فقط على التاريخ العام وينسوا أن هناك عبارات تكتب على المنتجات تفيد بأن بعد الفتح لابد يتم استخدام المنتج بعد هل قد يوم، أسبوع أو ما شابه طبعا حان تاريخ الانتهاء العام يرمى المنتج فتح أو لم يفتح فتح المنتج أيهما اقترب إلى الوقت العام أو الخاص قبل يتم التقيد به نشوف الكثير من الناس وللأسف الشديد وبالخصوص في بعض المنتجات مثل المضادات الحيوية السائلة المخصصة للأطفال أو قطرات العين أو المراهم أو حتى بعض المنتجات الغذائية مثل الحليب واللبن يتم التركيز فقط على التاريخ العام وينسى التاريخ الخاص اللي هو أيضا في غاية الأهمية